السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيك ويادة كثرة عميني معيكم زي ملككم روزين فرق من هذا ان شاء الله هنشح مع بعض جزء كده يعني محضرة لذيذة وان شاء الله هتبقى خفيفة معنا مش هتاخد مننا وقت وحتى مذاكرتها ان شاء الله هتبقى سهلة ولذيذة قبل ما نبدأ كده مع بعض نقول دعاء المذاكرة اللهم اني اسألك فاهم النبيين وحفظ الموصلين والملائكة المقربين اللهم اجعل السنة تناعة عاملة بذكرك وقلوبنا بخشياتك واسر لنا بطاعتك انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعمل اكيد طيب عنوان محاضرتنا النهاردة هي تمام هنتكلم يعني على جول كل جزء منها بشكل منفصل يعني هنتكلم على لوحدها في الاول وبعد كده هنتكلم على لوحدها وهنفهم ايه الفرق ما بينهم ليه زي بنقول عليها تمام طيب ايبقى خلينا نبدأ مع بعض كده بسم الله عندنا اول حاجة زي ما قلنا الاوبستروكتد ليبر فقالك الاوبستروكتد ليبر الديفنيشن بتاعها هو الفيلير اوف ديليفري للفيتوس ديوتو ميكانيكال اوبستروكشن ونركز اوي ياولاد في كلمة ايه ميكانيكال تمام 60 منع بيبي حيال ذي ان يخرج منه تمام ففهي سروق gehe اكيد اكيد احنا بنتكلم بيبقى في m3 منيب package الان تخطي تفكر مياه في عملات الكوزوس الطائب السبب في البرتجي يمنع البيبي ان يخرج ويقول لك ان كوزوس الطائب قد تقلع لك اما أ juego من الق Almost بيوما تقلع لك يبقى دلوقتي الاوبستروكشن إما في الباسج إما في الطريق إما في الباسنجر ذات نفسه فعشان كده لما منيجي نتكلم على الكوزس منقول والله عندي أول حاجة إن إحنا منقول عندنا فيتال كوزس فقال لك أول سبب في الفيتال كوزس بديهي قوي إن البيبي لو حجمه كبير يعني فيه انكريز في الفيتال سايز أو فيه مكروسوميا سواء المكروسوميا دي لقاليز أو جنوريز دي يعني البيبي كله حجمه كبير أو فيه جزء منه حجمه كبير أي إنكريز في السايز ده طبعا هيعمل أي ميكانيكا لابستركشن ويخلي فيه أبستركتد ليبر البيبي ده والله لو فيه مالبرزنتيشن أو مالبوزيشن أي نوع من أنواع مالبرزنتيشن أو مالبوزيشن غالبا ممكن يسبب إن هو يعمل أبستركتد ليبر تمام فقالك إن هو مثلا بيبي بقالك إن هو بريزنت زيرو بوينت تو اللي هو أبليك بس جاي ديب ترانسفورز أرست مثلا هل هو بريزستنت مينتوبستيرور ممكن نdoing إيه ممكن يعمل إذا جايب Raw جاي مشكلة أو relationship برضو ممكن ن난ل أيضا فادي عامة appeared نتيجة يد Rafal فلص th News وهو في البيتش بوزيشن تمام? يعني تقريبا اي نوع من انواع المال برزينتيشن او المال بوزيشن ممكن يدخل الباشن ديه في ايه في باستوركتد ليبور يبقى اول سبب الماكروسميا تاني سبب المال برزينتيشن والمال بروزيشن تمام? دي هي الفي'D LIKEAUCES الي عندنا اللي هو بنقول عليها اسباب فيructive A في الاسباجر تمام? طيب لاسباب اللي ممكن تبقى في الاسباجر باية يعني الدينا ele le they Olá видеocosos اللي هو الام المفروض ان هو هيعدل من الفجاينة ومفروض ان هو هيخرج لبرة فال مشكلة دي لي عند يم cont長ي يحب أن يم Rickards فلو عندها أي مشكلة في البوني بيسج يعني عندها مشكلة في الانلت أو الأوتلت أي مشكلة هتامل اي هتعمل لها obstruction أو obstructed labor لو عندها soft tissue obstruction يعني اي حاجة في الصفتي تشو لو في الف جاينا مثلا لو في السيرو بيس اي حاجة yanOOK على الل bord تمام ممكن يبقى في تسيومر كبير زانق على اليوترس أو عامل تحت اليومفكالي او تحت الجزء انها العدي من البيبي ممتند يبقى في في السيرفيكس ممتند في فجاينة ممتند في فيتران python بالتبولزة ايتروفى برينيام لو رجد ومعملناش مثلا اللي هو ان احنا موسعناش برينيام قبل ما البيشان دي تولد فممكن ان هي تدخل في ايه برضو يبقى زي ما اتفقنا ياولاد الاوبستركتد ليبر اول ما تسيجي في دماغك انت بس تفتكر ان هي ميكانيكال ابوستركشن تمام ما ينفعش تبقى في البور هو ياما في البيبي ذات نفسه البيبي كبير فمش عارف يعادي جاي بما البوزيشن او ما البرزينتيشن فمش عارف يعادي او اي متنال كوز اي متنال كوز برضو ما خلي فيه ابوستركشن في البسج للبيبي المفروض يعادي منه اي ماس اي تيومر اه هماتومة اي حاجة تخلي البيبي ايه مش عارف يعادي من المكان ده تمام يبقى دي كده الكوزز بتاعت الايه بتاعت الاوبستركتد ليبر طيب ايه هي الكمبيليكيشنز اللي ممكن تحصل نتيجة الاوبستركتد ليبر فقالك والله ممكن يحصل متنال كمبيليكيشنز كتير جدا الام دي ممكن تدخل في ماتيرنال دسترس ممكن تدخل في كيتو اسيتوزيس ممكن هي يحصل لو حصل ابوستركتد ليبر في البرايمي هيحصل لها انرشيا هتفقد القوة او الباور بتاعتها لو حصلت في المالتي هيحصل لها ايه هيحصل لها رابشار يوترس تمام هيحصل لها رابشار يوترس تمام طيب بعد كده عندنا الانكريز في الانسيدنز بتاع التروماتيك ليجين للجينتال تراجت يعني الام زي طبعا كل ما هيبقى فيه ابوستركتشن في الليبر البيبي ده لو هي داخت في ولاده والبيبي ده موجود ممكن يعرضها ان هيحصل لها ايه كسرو من فيسطولة او شهر حاجة او اشتر خلاص خلاص ايه الماضيين لها عالى البرايمي من ايه بر Mashburn ممكن يحصل انترا امنيوتيك انفكشن او Koreu Amnivitis تمام اوارد جديستة وارد جدا استضاده ضجر امكريين ووردي التنظاف لها ايه انترا امنيوتيك انفكشن او Koreuuvoradas كريو امنيوتيك انفكشن او K apeum البعض من كميرج موظم مزدفل قمت تفضل الالد الام من كميرج قمت تدخل الامراد في مستاطر قمت تقوم باستولا قمت تفضل الماطق قمت تفضل كميرج تدخلها في ماتيرنال دسترس و تدخلها في كيتو أسيديوزيز تدخلها كثير جدا تمام؟ تمام؟ يبقى احنا دلوقتي خلصنا لإيه الماتيرنال كومبليكيشن تمام؟ طيب قال لك والله الفيتال كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل البيبي ده من قطل هو دخل في اوبستراكتد ليبر ممكن طبعا يدخل في انترو بارتان فيتال دسترس هو كمام ممكن يدخل في دسترس ممكن يدخل في اسفكسيا ما يبقاش قادر ان هو يتنفس ممكن يدخل فقط ممكن يدخل في اسفكسيا و تدخل في دسترس يدخل فقط ب HELP يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على الوبستركتد ليبر عرفنا الديفنيشن بتاعتها وان البيبي فيلير اوف دريبري للفيتوس نسيجة ليه ميكانيكال ابوستركشن وعرفنا الكوزز بتاعتها ودي اما كوزز في الامي اما في البيبي ذات نفسه يعني اما في البسنجر اما في البسنجر تمام حل بس ما ينفعش انها تبقى ايه في الباور بعد كده اتكلمنا على الكمبيليكيشن زي ما قلنا ماترنا الو فيتل اللي اتنين ممكن يدخلوا في ديسترس وطبعا كومبيليكيشن تانية طيب انا لو عايز اعمل دياجنوزيس لحالة اوبستركتد ليبر اعرف منين ان هي اوبستركتد ليبر اول حاجة في الدياجنوزيس واهم حاجة ان انا يعني بالهيستوري الا والله لو فيه هيستوري ليبرونج ليبر انا الوقت الولادة ده عدى الوقت النورمل او الطبيعي لو فيه هيستوري اللي رابشور اوف ميمبرين يعني العيانه دخلت في رابشور اوف ميمبرين بس لسه مقدتش لحد دلوقتي او ان فيه لوب الليبر بيين والليبر بين ده فريكوانت وسترونج telob pateanich كل الحاجات دي بس البايشنط برده لسه مقدتش يعني بالهيستوري كده هي دخلت في true labor pain ودخلت فيه هيستوري للرابشور اوف ميمبرين ووقت الولادة ذات نفسه بقى برولونجت اللي هو الجزء الثاني من محاضرتنا وهنفهم يعني ايه كل الحاجات دي اندكيت ان فيه مشكلة في الليبر فده يخليني اشك ان هي ايه يبقى ده اول حاجة كده بالايه بالهيستوري تاني حاجة بالجنرال الاجزاميناشن ان انا هلاقي البيشنت بالزبط بتاعت العيانة دي غالبا بتبقى شوكت والوقت بتاع الولادة لما بيطول كده بيخلي العيانة ان هي تطعت جدا فهلاقي عليها الكدينكالبا بتاعت الدي هادريشن انا لو جيت عمل لها ابدومنا الاجزاميناشن بقى هلاقي اليوترس هارد وتندر ان بلبيشن هلاقي اليوترس اكنه متحجر كده وبيوجع على البلبيشن هلاقي اليوترين كنتراجشنز جمدة جدا سترونج ورابد وزنوريلاكسيشن ان بتوين يعني هلاقي اللي هو ايه معزرة هلاقي اليوترس اكنه ايه اكنه تتانك عمال ان هو كنتراجت من غير ريلاكسيشن ان بتوين هلاقي الفيتر بارز او ديفكل تو بي بلبيتد ان انا مش قادر ان انا احس الاجزاء بتاعت البيبي ذات نفسه وان الفيتر الفيتر هارت ساون يوجولي ان اوضيبول يعني انا مش هبقى سامع الفيتر هارت ساون او ان انا الاقي بوزطي في سيفير فيتل دسترس او ان البيبي ده في سيفير فيتل دسترس و هلاقي رايزنج باصولوجيكال رينج تمام باصولوجيكال رينج زي اللي اها في السيرفر هلاقيها رايزنج باصولوجيكال رينج تمام يبقى لو جيت اعمل بالبالبيشن انا هلاقي اليوترس هارد و تندر اليوترين كونتركشن سيطانك مفيش اي ريلاكسيشن ان باتوين الفيتر بارز ازا اتنافسها مش قادر ان انا حسها الفيتر هارت ساوند انا استامو أو هلاقي بيبي في سفير فيتال ديسرس ورايزينج بسولوجيكال لğخ expression وال قسم صح من البي في. بي في أنا هلاقي من برا الجو هنلاقي الفلفا إن homeowners هلاقي الفجينة برضو ادمتس وهلاقيها كل حاجة في البيش checkout هتتبقى ادمتس وهاتك او هوتكونجستد وتيندر كل حاجة. تمام السيرفكس طبعا هي بيبقى فولي هي بتبقى فعلا فعلا في تمام فهلاقي السيرفيكس النوعي يوجوى اللي بيبقى فولي دايليتد وابريزينتينج بارد بيبقى نان انججد ولارج ايه كابوت تمام يعني بريزينتينج بارد لسه مدخلش في الايه في الانججمنت والكوز بتاع ابستراكت دليفري اس بريزينت يعني انا مسلا لو هي البيشن دي عندها زي ما قلنا في الفلوا مسلا ممكن يبعدها هيمتومة او ممكن يبعدها ما يسمنا هشوفها قدامي في الفجينا لو عندها اي تيومر هشوفه قدامي البيبي دا لو جاي هو مش جاي كفالك هشوف المال بريزينتشن او المال بوزيشن اللي هو جاي بيه فغالبا سبب الابستراكتد ليبر هيبقى موجود وهعرف ان انا احدد السبب وبالتالي اقدر ان انا اتخلص منه يبقى دي كده خلصنا الكمبيركيشز عرفنا ازاي نعمل دياجنوزز لحالة ايه اابستراكتد ليبر طيب انا لو عايز اعالج حالة اوبستراكتد ليبر ازاي عمل لها تريتمنت اهم حاجة طبعا ان احنا يعني نحاول نعمل بروفلاكسز قبل ما العيانة اصلا تدخل في ايه قبل ما هي تدخل في الليبر اصلا فان انا اعمل اوبزيرفيشن وان انا اعمل انتي بارتن بلاند دليفري عشان افويد الاوبستراكتد ليبر يعني انا لو عارف مثلا ان العيانة دي عندها فيبرويد او عارف ان هي عندها اي قوز ان هو يعمل لها اوبستراكتشن للليبر فبدأ ان انا اعمل لها اوبزيرفيشن وان انا ابقى مخطط اعمل بلاين كويسة لالدليفري عشان امنع ان يحصل اوبستراكتد ليبر هذا طبعا انتي بارتن قبل الولادة انترا بارتن اوبزيرفيشن وانلي ديكشن اند منجمنت للأوبستراكتد ليبر لو انا جوه العملية بقى خلاص وهي الباشن دي بتولد ان انا برضو اعمل اوبزيرفيشن كويس وان انا قلقط الموضوع ده ما بدري لو في اي مالبريزنتيشن مالبوزيشن ابقى متوقع ان البيبي ده ممكن يدخل في مالبريزنتيشن او حاجة فان انا الحى ان انا اعمله ماليجمنت للايه للابستراختد ليبر زي ما اتفقنا العيانة دي بتبقى دي هيدريتد جدا ففي الاكتب تريتمينت اهم حاجة ان انا اكوريكت الجنرال كونديشن بتاعت الباشينت يعني الدي هيدريشن اللي عندها ده لازم لازم ان انا اديها نورمال سالين لازم ان احنا نديها رينجر ولازم اديها جلوكوز 5% اعواضها عن كل الحاجات الديسترس وكل الحاجات اللي هي بتفقدها واحسن لها جنرال كونديشن واقف الليبر بقى خالص وهنقلبها ايه سيزيريان سيكشن تمام البيشن دي هتقلب سيزيريان ما ينفعش ان هي تكمل ايه نورمال دي بقى كبروفلاكسز ان انا اخلي بالي ان انا قلقط الاوبستراكتد ليبر دي من بدري وكاكتف تريتمنت ان انا اهم حاجة ان احنا اتفقنا العيانة اصلا كجنرال بيبقى عندها الكينينيكال بيكشور بتاعت الدي هيدريشن فاهم حاجة ان انا احسن لها لايه اكوريكت الجنرال كونديشن تمام واعمل اميديا ترميناشن للليبر وان انا اقلب العملية سيزيريان سيكشن تمام كده خلصنا اول جزء من محاضرتنا النهاردة اللي هو الاوبستراكتد ليبر زي ما اتفقنا اول ما تسمع كلمة اوبستراكتد ليبر يجي في المعرك على طول ان هو ميكانيكال اوبستراكشن طيب الجزء التاني من محاضرتنا بنقول بقى برولونجد ليبر برولونجد ليبر والبرولونجد ليبر دي ليها اسماء تانية زي الدستوكيا او ديسفونكشنال ليبر تمام يبقى الليبر دي اما يعني هي فيه زيادة في الوقت بتاعت الليبر هي زيادة عن النورما الاوي او ان هي دستوكيا يعني فيه خلل في الولادة او ان هي برضو ديسفونكشنال في يعني فيه ولادة مش طبيعية خلى بالكم يا ولاد ان يعني هي الابستراكتد ليبر والبرولونجد ليبر اللي اتنين تحت عنوان واحد اللي هي الابنورما الليبر فكذا كده هي فيه مشكلة في الليبر ولكن هنا البرولونجد بنقول عليها خصوصا ديسفونكشنال يعني الفونكشن بتاعت الليبر اللي هي الطبيعية او اللي هو الجزء بتاع الكونتركشن اللي هو مسؤول عن الولادة ده فيه ايه ديسفونكشنال او ديسفونكشنال ليبر طيب هو لما بيجي بقي يقول لك الديفينيشن الديفينيشن بتاع البرولونجد ليبر قال لك البرولونجيشن للبروسيس بتاعت الليبر بياند النورمال ستاندر ليمتز يعني احنا عندنا وقت معين بيختلف من البرايمي للمالتي وهكذا مثلا في النورمال ديبري يعني مثلا هنقول ان هي في البرايمي تاخد مثلا 19-20 ساعة ماكسموم قوي المالتي كل الستيجز بتاعت الولادة تاخد منها يعني 14 ساعة مثلا مهم ان دايما هي لو برايمي او مالتي اين كان في برولونجيشن للبروسيس بتاعت الليبر بياند النورمال ستاندرز يعني اين كان بقى هي برايمي او مالتي او اين كان في زيادة في الوقت الطبيعي اللي المفروض البيشن دي تاخده تمام ده الديفينيشن بتاع البرولونجد ليبر طيب اه بعد كده بيقولك الطيبس بتاع البرولونجد ليبر اهم حاجة بس انا ههمني ان انت تبقوا مفرقين ما بين الاتنين الابستركتد ان فيه ميكانيكال ابستركشن ومانع البيبي ده ان هو يعدي فإما مشكلة في الباسج يامع مشكلة في الباسنجر تمام دي ابستركتد فيه ميكانيكال ابستركشن تمام والابستركتد دي بالتالي هي طبيعي هتبقى برولونجد تمام يعني عشان تفهموا بوينت دي انا عندي ان فيه ابستركتد ليبر وفيه برولونجد صح كده الابستركتد ليبر دي هي ميكانيكال ابستركشن زي ما اتفقنا وادام يعني هو فيه ميكانيكال ابستركشن منع البيبي ده ان هو يخرج فبالتالي هي هتبقى برولونجد تمام ولكن برولونجد مش معناها مش بالضرورة معناها ان هي ابستركتد ممكن يبقى فيه اي قوس تاني هو اللي محلي الولادة برولونجد تمام كده يبقى الابستركتد ليبر ممكن تبقى غالبا او يعني الابستركتد ليبر هي برولونجد ليبر ولكن الابستركتد ليبر مش بالضرورة ان هي ابستركتد ليبر تمام كده اه اتمنى ان الحتة زي تبقى اي تبقى وصلة طبعا احنا عارفين برضو النورمال عشان يعني نبقى مراجعين مع بعض او مجمعين مع بعض ان الليبر عبارة عن ثلاثة ستيجز صح كده فهو بيقولك بقى في الطايبس بتاعت برولونجد ليبر ممكن تبقى برولونجد فرست ستيج دي اللي احنا اصلا بنقسمها ال two phases اللييتنت والاكتف والحاجات دي فقالك ان هي ممكن تبقى برولونجد فرست ستيج ممكن تبقى برولونجد سكند ستيج وقالك بقى يعني السكند ستيج دي مفروض ان السكند ستيج دي هي من الفول ديلاتيشن لحد البيبي فقالك ان بيبقى فيه three types من abnormal cervical dilatation ممكن ان احنا نعمل لها recognition يعني بيقولك ان هو ممكن يبقى فيه برولونجد latent phase اللييتنت phase دي النورمال بتاعها من 6 ل 8 ساعات مثلا فقالك ان هي طبعا هتبقى اكتر من 6 ل 8 ساعات او ان يبقى فيه primary dysfunctional labor اللي هو protractive active phase يعني dilatation بتاع السيرفيكس مثلا الريت بتاعه اقل من 1 سنتي بصوا بالراحة عشان ما انتوش من بعض خلينا نتكلم على النورمال عشان تبقوا فاكرين معي احنا عارفين ان labor بتاعتنا three stages صح كده first and second and third وان اول stage دي بنقسمها لي latent و active صح كده طيب احنا بقى هو بيقولك في الانواع ياما برولونجد first stage ياما برولونجد second stage تمام وانا ممكن الاقي ثلاث مشاكل تعملي برولونجد labor اول مشكلة ان الليتنت phase دي اللي النورمال بتاعها من 6 ل 8 ان هي تبقى اكتر من 6 ل 8 ساعات ثاني نوع معي اللي هو primary dysfunctional labor قالك ان الاكتف فيس دي بيحصل فيها cervical diretation breath معين قالك ان الريت ده يبقى اقل من النورمال ان هو بيحصل يعني بريت اقل من 1 سنتي لكل ايه لكل ساعة تمام ثاني حاجة او الساكندري بقى اللي هو يحصل secondary arrest ان يحصل arrest لل cervical diretation بعد ايه after a period of normal survival يعني هي العيانة مثلا تبقى ماشي نورمال عادي كدا الليتنت phase عادي الاكتف فيس بيحصل diretation بالريت النورمال بعد كده يحصل لها arrest فبنقول عليها secondary arrest تمام يبقى دي كده types بتاعت prolonged labor بتقسمها بال stages بتاعتها يعني first stage يحصل prolongation فيها او prolongation في second stage تمام وفيه three types بقى زي ما اتفقنا prolonged latent phase ان هي تبقى prolonged او primary dysfunctional labor ان الريت بتاع الاكتف فيس اقل من النورمال او secondary arrest يعني حصل arrest لل cervical diretation بعد مدة معينة كان normal بعد كده بحصل له ايه حصل له arrest تمام زي ما انت شايفين استورة دي يعني هي مش فضحة قوي ولكن انا حاولت افرق لكم يعني شايفين الخط الاخضر ده اللي هو latent phase بعد كده active phase دي normal يعني ده الوقت اللي تاخده دي طبعا ال first stage الوقت الطبيعي اللي تاخده labor شايفين بقى prolonged latent phase شايفين الليتنت phase مكمل لحد فين ده اكتر بكتير من 6 ل 8 ايه من 6 ل 8 ساعات ده prolonged latent phase بعد كده اللي هو primary dysfunctional labor primary زي ما اتقلنا الخلل بيبقى في active phase فال latent phase عادي جدا حلينا نشيل اللي انا علمته عشان ما تطلق بطوش ونعلم ده فال latent phase زي ما انت شايفين انا كده عازي جدا اللي هو ال orange ده بعد كده اللي هي active phase بقى هي المشكلة شايفين مش طلع straight كده زي normal labor لا ده وقت اطول من الطبيعي في active phase عشان ال rate اقل من الطبيعي تمام؟ خلينا بقى نشوف ال secondary arrest secondary arrest ده اللي هو الليتنت phase عادي جدا وهي بدأت في ال active phase معلش انا مش جاب البتاع الليتنت phase عادي جدا وهي مشت في ال active phase شوية normal بعد كده حصل لها secondary arrest تمام؟ ده اللي ايه؟ secondary arrest ده الفرق ما بين ما بين التلاتة خليني ارسمهم لكم برا عشان بردو نقين بقى وضحنا الصورة دي لو هي مش بينة قوي زي ما اتفقنا normal labor انا عندي latent phase هتمشي عادي جدا بعد كده ال active phase بيبقى ساهمة كده وطلع زي ما هو تمام؟ ال prolonged latent phase هتاخد straight ساهمة يعني خط straight كده على طول ان latent phase prolonged طيب بعد كده ده بيبقى مشكلة في active phase يعني latent phase عادي جدا بس active phase وقضى وقت اكتر من الطبيعي وقضى كيرف كده مش ايه مش طلعه بالrate الطبيعي secondary arrest ان latent phase عادي جدا بعدين بدأنا في active phase عادي وبعد كده حصل secondary arrest لل cervical dilatation تمام كده دول الاربع اشكال اللي احنا محتاجين نتكلم عنهم طيب يبقى دلوقتي في ال prolonged labor لحد دلوقتي احنا عرفنا causes وعرفنا types تمام كده عرفنا معزرة definition وعرفنا types يبقى عرفنا definition ان هو ان في prolongation labor beyond normal limits وعرفنا types واتفقنا ان هم ايه هم تقريبا وفي منهم يعني ثلاثة كده ثلاثة sub types طيب يبقى كوزيز بتاعت معزراتا math يبقى اللي بقى ايه ابنورمال باور بس بس الانيرشية الانيرشيا طبعا زي ما احنا متفقين اللي هي بقى يعني مش احسن حاجة فالمين كوز لي هي هي الايه الانيرشيا اللي هو الريجلر ويك يوترين كونتراكشن تمام وزي ما قلت لك لو انتم فاكرين انا كنت قلت لك هي برولونجد ليبر ولكن البرولونجد ليبر مش بالضرورة فعشان كده هواينا بيقول لك الكوز هو ممكن تبقى المنزل ممكن تبقى بم ярي شاحة اللي هي بنقول لها لو فيه مكانيكا بيستركشن هتبقى الكلينكال بيكتشور بتاع الكوز هيتبقى ولكن البرلونج الجهزة لها اسباب كثير واسباب ممكن انها تبقى الطبية كل الطبية هي برلونج الجهزة ومشكل الطبية هي البرلونج الجهزة والبات التي تبقى تمامها المثال و этот البعض ستبقى كونجر باكتب القوز تريتمينت بتاع البرولونج الليبر انا خلاص كده اتكلمنا على كل حاجة عرفتنا الديفنيشن عرفنا الديفنيشن لو انا عايز اعمل تريتمينت لبرولونج الليبر قال لك والله فيه كده في الاول معزرة بس انا هستخدم ده لو ما فيش اي فيتل ولا ماتيرنا السترس يعني ما فيش نو فيتل وماتيرنا السترس وما فيش سفير كفاله يعني البيبي ده هو هيقدر ان هو ايه كده كده يعادي من البلفس فان انا ايه ممكن استخدم في الحالة دي استخدم ايه هو الكنزورف ديف مانجمينت لو العيانة دي دخلت في برولونج الليبر ان احنا هنديها انالجيزيا كويس هعمل جود مثلنا لفلويت بلانس عشان اه تريتمينت الديهدريشن طبعا الكلان البيكشور بتاعت الابستراكتو البرولونجت الديهدريشن موجودة معنا في الايه في الاتنين ابدأ ان انا اعلامل للممرين اعمل امنيوتومي عشان اعمل اوترين pink لو العيانة دي احنا قولنا اشهر سبب الانيرشيا فابدأ ان انا اعمل للممرين عشان ادخلها في والن انا اعمل Kobmitation لیه لل留بر replace ان انا ابدأ ادي اكسيتوسن من بره عشان يبدأ ان هو يعمل لي تمام كده؟ يبقى احنا لو كونزورفتف بس ما فيش اي فيه تلوماتنا الدسترس ما فيش سيفير كفاله بلوك ديستبوربورشن ولا اي حاجة ادي العيانة دي انالجيزيا اعمل اعمل للامدي يعني اعالج الديهيدريشن كويس ابدأ ان انا اعمل من عندي ربشر للميبرين عشان اعمل عشان اعمل عشان اعمل عشان وان انا اعمل اجمينتيشن للليبر بان انا اديها اكسيتوسن دروب تمام كده ده كونزورفتف مانجمنت اللي احنا ممكن نمشي عليه بعد كده تاني خيار عندي طبعا اللي هو الاوبرتف لو فيه اي فيتل او ماتين دسترس لو فيه سيفير كفاله بلوك ديستبوربورشن فطبعا العيانة دي هي كده كده مش هتولد نورمال فخلاص اخليها تستنى ليه او امشيها كونزورفتف ليه هنمشيها او هنعمل لها سيزيريان سيكشن تمام كده اتمنى ان كل حاجة تكون تمام وان المحضرة تكون واضحة معاكو احنا كده خلصنا محضرتنا هي المحضرة ان شاء الله يعني لذيذة وخفيفة تكلمنا على الاوبستراكتد ليبر وبرولونجي ليبر عرفنا الاوبستراكتد انه ده معناها ميكانيكال اوبستراكشن بس فممكن يبقى في الباسج او في الباسينجور تكلمنا على الكوزيس الكومبليكيشن عرفنا زي بالدياجنوزز سواء بالهيستوري سواء بالكليينكالبيكشن عمات الانجيرلان كونيشن او بالابدومنال ايجزامينيشن وبالبي بي كمان كل حاجة تكلمنا على الايه التريتمنت اللي انا ممكن اعمله للعيانة وان احنا طبعا لازم هنعالج الديها دريشن ونقلبها على طول سيزيري انزكشن البرولونجي ليبر زي ما اتفقنا هي برولونجي فهي المدة بتاعتها طويلة الاوبستراكتد ليبر ممكن تبقى سبب من اسباب البرولونجي ليبر اه ولكن مش هي طبعا السبب الوحيد اشهر سبب بيبقى الانيرشية اه ممكن نمشيها كونزيرفديف او ممكن نمشيها اوبريتف على حسب الايه على حسب حالة العيانة اللي عندي لو فيه اي نوع من انوع الفيتل ديسترس لو فيه اي اه سيفير كيفارو بلبيك ديستروبوشن طبعا هنعمل سيزيري انزكشن لو ما فيش ممكن ان احنا نستخدم الكونزيرفديف ميسود كده محضرتنا خلصة دلنهاردة اتمنى ان هي كانت سهلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا